حفظكم الله نطالع صفحة كوفيد 19 عالميا حيث تسارعت وتيرة انتشار العدوى بفيروس كورونا في عدد من الدول في تونس سجلت تونس 284 وفاة وأكثر من 5000 إصابة جديدة بالفيروس كما ارتفع عدد الإصابات في كثير من الدول العربية أما أوروبيا فقد ردت وزارة الصحة الروسية 779 وفاة بينما جاوزت الإصابات 24 ألف إصابة خلال 24 ساعة الماضية في آسيا تجاوز عدد الإصابات بالفيروس في ماليزيا منذ بداية الجائحة حاجز المليون فيما أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد توكيو عن عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا